أهلا لنبينا جورج يا مرحبا يد النور يد النور ده نورك نظرنا النبي حرفيا بقى نبي الجنة تعرف واتقوا الله ويعلمكم الله نحاول نتعلم منه سبحانه يا جورج أنا بحاول أنا دخلت من شوية كده بس بحاول نفهم ايه موضوع الحلقة الموضوع الحلقة واتقوا الله ويعلمكم الله فنحاول نتعلم منه ونفتحنا المصحف من الجلدة للجلدة عشان نتعلم فتعلمنا ايه يا ترى طب أنا بحب دايما أنا كان عندي سلسلة كده اسمها الهابلة وخلفتة اه اه الموضوع من الجدر نحن نصل للمصحف هاتئة يعني فيه حاجات كتير جدا بتتججف يعني من البداية خالص كده من أول سفر التكوين أول أصحف سفر التكوين يا ترى ربنا عايز يعلمنا ايه ممكن نتعلم منه نتعلم منه مثلا ان هو ما عندوش اي فكرة ايه الارض دي اصلا معمولة ازاي ولا اتعاملت امتى ولا ولا عندو اي فكرة فيه حاجة اسمها الكون ما عندوش هو متخلن فيه حاجة اسمها السماء اللي احنا مش عاردينها فين لحد دلوقتي والارض بس وخلاص مفيش حاجة تاني والسماء دي بقى فيه شوية حاجات كده اللي هو ايه العب نارية انت يقدر تقول مثلا فايلوركس كده اللي هو الشمس بتطلع كده وتلف شوية نجوم كده دبان منور لازق في السجادة الزرقة دي بس ده كده اكتر معلومات دي اول حاجة نتعلمها من ربنا ان هو ما عندوش فكرة ثانيا نتعلم من ربنا ده ان هو بيكتشف الحاجة بعد ما اعمالها عندوش تخطيط مسبق يعني النهاردة ابسط واحد انت لو جبت ايه واحد كده من الناس اللي هي طول المشاريع الصغيرة ناس على قدها حتى ممكن يكونوا على قدهم مش مدين بس مدين وثقافيا وقلمين وكل حاجة يقعد يخطط لما هيفتح كشك سجاير مثلا كشك ده يكلف كام هيبيع بكام المنطقة دي فيها ايه عندو كده لو بقى اتفاجئ في المستقبل ده بقى خلاص بقى حاجة خارجة عن ربنا لكن ربنا ما بيعرفش يعني ما يعرفش بيكتشف يعني يقعد يعمل حاجة وبعدين يسقف لنفسه بيعمل لنفسه لايك جدا دي حاجة برضو ان نتحلم عن ربنا يروح عامل لك ايه وراء الله النور انه حسن حاجة بعد ما عمل النور كانش عارف اكتسر فرح عجبته راح عمل لايك ده حلو ده طالع حلو كل ما اعمل حاجة تعجبه راح عامل لها لايك ما بيش عادة يعملوا لايك خواكن اللي قد يعمل لنفسه لايك بعد ما قعد يعمل لايك كتير راح في الاخر خلق للانسان بس خلق ادم بس وبعدين تعطي باكر كده طب انت خلق ادم هل ادم ده في الاول مثلا كان مجرد كائن كده ما عندوش اي ما عندوش لموخزة بولبل مثلا قدان وحاجة ما عندوش ما هو ما كانش ناوي ان هو يخليه يعمل حاجة يعني طب لو عنده هايعمل بهم ايه ما هو ما فيش صح لان هو بعد كده تفاجئ اي بعد كده شوية قالك ايه ليس حسنا ان يكون ادم وحده ايه كان الحاجات دي هتحتاجها بعدين يا ادم ملكش دعوة انت ولا ايه طب ما لأ كده كان عارف ان هو يحتاجها بعدين لكن هو اتفاجئ بعد ما خلق ادم قالك ايه ليس حسنا ان يكون ادم وحده اكتشف دعو مش حلو ان هو يبقى لوحده مكتوب كده في العادة الخديمة اه ليس حسنا ان يكون ادم اخلق له معين النظير واعمل له واحد شبابه اه اه اما فكرة اما فكرة اما فكرة ده برافو اه اه لا جات له فكرة طب ما اعمل واحد كمان يعني انا عملت واحد واحد كمان اه يعني في حاجة حصلت كان عنده قزمة تقريبا فرح واخد ضلع من ادم ورح ملأ مكانه لحم طباسون عارف اللي هو ايه عمل له لطسة بس عارف ايه لطسة كده اللي هو رخيصة يعني معرفش ابن ضلع مكانه رح سد مكانه لحم كبسال وجبس كده اي حاجة يعني عشان يبقى شكله مش وحش يعني ورح بقى عمل له واحد اسمها حوا بس برضو ما قلناش هي كان عندها لمواغزة برضو حاجات يعني تب ليه ما عملهاش ببولبل زيه ايه يبقى عنده خطة هوا مهما يلش مهما يلش هوا اسين اكتشف ان ادم لوحده دي حاجة مش حلوة بس ما اكتشفاش قبل ما اعمل ادم لا باكتشفها بعد ما اعمل ادم فهو المسكين يعني عارف الوقت ايه ماشي عارف الناس اقول لك على باب الله هو ربنا دي على باب الله يعني الوقت ايه بتيجي معا كده وخلاص يعمل الحاجة وشوف يعني تنفع ما تنفعش مش مشكلة اه نكتشف الكلام ده فين بعد بقى شوية معلوم طبعا الفيلم السخيف اللي انا عارف الوقت مش عارف بدا كلهش من الشجرة انا اروح اجيب علبة السجار وجاي هو عادي ادم يقبل من الشجرة والهاري ده رجع ليهم كله من الشجرة فاتفاجئ مع ان هو سايب الحية اسجى واحدة في اخوتها سايبها مطلوعة عليهم طب انت اتفاجئتي ليه ايه بس اتفاجئ ايه ولا دي الكلب انتو كلتم من الشجرة وعمل فيها يا السجاور بس قالت ان الشجرة شنو قلت لك انتو كلش ان الشجرة دي يا رجل تبعمل ايه دلوقتي يلا طلعه برية ولا دي الكلب خلاص يلا زعل بقى خلاص ولكن اروه بقى يا الله وعارف بقى له اعرف خالتي اللاتاتة لما مساعدنها يزعلها فتروح ترمي عليه الشبشي بتعطي ده عليه رجع روحش يا الله ربنا قطعك عارف انت الحاجات دي عدمك يا بعيد عمل كده فقال له شوكا وحسكا ان ان شاء الله الارض تطلع دين امك ومعرك ومعرك وخبزا ويا رب ما توعى ان شاء الله ما توعى تستنفع بيها وشوكا وحسكا انتون بتلاك كل ايام حياطية اللي عندين امك يعني ايه خالتي للتاتة الفيلم بقى جابوا عيال بقى هم نطوا على بعض وجابوا عيال بقى السماء اللي نقاش هو اللي اللي هم ينطوا ولا هم اللي هنطوا لوحدهم غالبا هم انصح منه هم عارفوا ايه احنا عندنا ما تجي نحط ده ونشوف ايه 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 قد يكونوا مثلا ايه قاعد كده وانا قال لها ما تيجي ندخل بتاع ده في الايات دي ونشوف ايه اللي هدى حسكا ممكن والله كان اكتشاف ما حدش عارض ما تجيش عارض معهم سعيد اتخيل المنظر ايه ايه اه بعد الفيلم ده كله قال لك بقى ان ايه في شوط ملايكة ضربوها على عفاة تقريبا ايه وطلعوا بقى قال لك ايه كانوا نازلين الارض فقال لك البنات دول حلوين يلا منطع عليهم منطع عليهم وجابوا حيال كل ده هو نايم على ودانة صحي ايه الناس بقيت وحشة تفهمش وحشة ليه عشان الملايكة دول نطع للبنات حاجات عجيبة كده ما تفهمش ايه اللي حصل رح قال لك ايه عارف العيل الصغار اللي عنده تلات سنين اما يتدايق وهو بيلعب لعبة كده ويتدايق منها يروح قلبها اه هو عمل كده بالزرق قال ليه الارض كده قال لك ايه مقلبها يلا يا العربين ابوكم وايه بقى وعتريس فتح لويس على الناس وغرق كل الناس وكل الناس وكل المخلوقة كل حاجة ما عادة واحد اسمه نوح وعياله بس وقابلين رجاء يبدأ من الاول تاني عمل لهم سفينة لا هم عمل لهم شو قال لي نوح يعمل للسفينة ازاي اه وقال له بص بقى تلملك شوية حيوانات اه اه يخد لي منهم هنا شوية وانا انا شو هخليهم عندك كده وبعدين بس مش عارفين هنأكلهم منين ملوش والحيوانات دي بتشوخ لمواغزة يعني هنوات الخاردة فين ايه ايه بس ملوش هو برضو نكتشف ان ربنا ده عويض بيقول حاجة وسيبك انت تتصرف في الباقي بقى ايه نمشي بقى في القصة دي لحد ما نكتشف ان حاجة تانية نتعلمها عن ربنا برضو ان هو ابني متناجع عنصري جدا جدا اختار لسبب غير معلوم اختاره واحد قال له خد تعالى هنا تعالى انت برا انت اطلع من اهلك اللي هو طبعا مين ابراهيم مم وتعالى بقى انا هخليك تتغرب وتروحك يطلع دين امك في اماكن تانية بعيد وبتاع بس انا هبقى معاك قال له انت معايا نعمل لي بيكون الصم انت معايا اياك ابراهيم بقى يدخل في مجاعة يروح يعرس على امراته مش عارف الناس تجري وراء يعرس على امراته فنكتشف ان ربنا برضو بيحب ان الانبياء بتوعه يكونوا اشكال بنت متناكة كلهم وتكتشف ايه ما عليش حكيت ازاي عارس الامراته ازاي عمل ايه بزرط سيدنا ابراهيم ابراهيم اتفق مع امراته والكلام ده مجدوب كتب في سفة التكوين اتفق معايا لان اكت اخته من ابوه بس بس مش من ابوه فتجوزهم اتفق معايا لا بصي انت شكلت كده موزة اه واي حد هيشوفك هيب عايز ينط عليك فممكن يموتوني عشان ينطوا عليك فاحنا كل ما كنا نروحوا تقولولهم ده اخويا مش جوزي في طلع طلب promin чحيت قدم من ايسernen اه بالزارة شفت الاجهزها هيلى ابراهيم هوا يا ستين سارة اه اه دكتورا CoS Aha وبعدين دار تلك فيها بقى فراعون ينط عليها شوية ابي مالك ينط عليها شوية شعة عم عبد البواب ينط عليها شوية اي حد بقىه كله ايه وهو ابراهيم بيسترزق من وراها فراهون ينط عليها شوية ودي له شوية جمالهaurا وجواري وبتاع ايسان نبي مالك ينط عليها شوية ودي له شوية فلوس وده أفضل شخصية ده أبو الأباء أبو الأنبياء طبعا ديان الإبراهيمية مش إبراهيم بس لو بسط على كل الأنبياء بتقول له أبعتهم تكتشف أن كل واحد فيهم فيه شخصية بنتوسخ فهو من إيش شخصية فيش واحد فيهم ابن حلال لا كلهم الوصف شرموطة أي واحد فيهم ابن شرموطة عنده مشكلة وقرر أنه هو هيخلي الجدع ده يجيب عيل وهو عنده مئة سنة والعيل ده هيختار هو عيل من عياله من عيل العيل ده ويقول لك دي أنه دول الناس بتوعي طب ققيت الناس لا دول كلهم ولاد شرموطة ما يلزموني طب خليهم ليه يا ابن العل لما هما كلهم ولاد شرموطة ما يلزموني طب أنت خليهم ليه ده أهوى كده غتات ما زيهم ما فيش أي ما فيش أي تفسير منطقي قال لك دول الشعبي بتوعي وأنا بحبهم وهموا بيحبوني وإنت kindlyفت طب انت خليلنا ليه لما احنا اولاد من اتنين. هو كده. فنكتشف ان ربنا ده عنصوري ابن وسخة. جاهل ابن احبة. ما بيفهمش اي حاجة. خالص. بيتفاجئ يعيني. ما عندوش اي قلم مصبك بايش. الناس بيبعبصوه يطلعو دين امه هو ما بيقدرش يعمل اي حاجة. آآ بعد كده. قرر ان هو يبعت لنا طبعا النبي تاني اللي هو موسى طبعا. طبعا. طبعا الموسى ده مسلا كان شخصية بنادم ابن ناس مسلا 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 هو الجدعى كويس مسلا ابن حل لا كان قتال قتلة. وحرامي. مش خصية بنت احبة ان انسان قميء ابن احبة. هو ده من الاخبار دايما ولاد الاحبة. آآ. وبعدين موسى دا ما قال اللي هو ايه. انصح من ربنا طول الوقت. ربنا يا طالع في دور في الاصفار بقى بتاعت موسى دي. طالع في دور العيل اللي هو ايه. عارف العيل اللي عنده سبعتاشر سنة وشال ماتوا في جيبه. آآ. عصران الضبع. يعني آآ موسى كانت خاصة في جابها عصران كده. لا ده ربنا. يابا. يا ربنا شخصيت عصران الضبع. يا با يا با يا با. انا المدرسة بقاطة. ويشكر يسكر ويحشر ويسكر ويسكر. على طول. وبان دايما يتدايت. امه. فكل ما حد يدايقه يبعايز يموته. فييجي موسى طبعا العائل الهادي يقول له. يقول له. لاتضحك الناس عليك. عم تددقول انت موتا ومتضحك المصريين عليك. فقول له طب خلاص. يجي يقول لك انا آآ ردين ابينا. الناس يقول له علينا ايه. يقول له عليك مسلا لها يبل مش عارف تاخد بالك والناس يقول له طب خلاص عشان خاطرك انت هو طول الوقت كده يعني. دي كان طريقة موسى مع ربنا. اه كان دايما ان هو اللي بيحقله. بيحجمه يعني. يتفاهمه يعني عشان ما تشمت الناس. دايما الدور يقول له. يا ابن العبيطة. اه. فالتاني ايه ده بقى يعني ربنا اهديه. اه. فمشينا كده فترة طويلة يعني لحد بقى مع ايه. جالنا بقى شوية انبياء كده كلهم ولاد شرموطة. كلهم. سامويل مسلا ابن شرموطة. اه داود ابن شرموطة. كلهم ولاد شرموطة. كل واحد منهم عنده كارثة. سامويل ده مسلا كان ولاده حرمية. ومعينهم قضاء. وعارف ان هم حرمية وساكت. عادي. اللي ايه. عشان هو ابن شرموطة. داود ده مسلا كان اساسا انك شغلانته لسا ايه كان قطع طريق. ايه فرس فرسل المعيز بالزبط. لو انا بمشاهية وقعد بيه مع الجبل. وبياخد اتاوة من الناس اللي معدية. دي شغلانته. بعدين بقى مالك. تب بقى مالك بقى ربنا يهديه. لا. ربنا ما يهديهوش. يشوف واحدة بتستحمى على السفحة بتاعه يوقف على ما عنده زبرمية واحدة. لا هو لازم يجيب دي نكهة بالوقتي. ويموت جزها. لانه هو ابن شرموط. ايه شخصيات ابن شرموطة كلها. فانك تشف في الاخر خالص. ان ربنا ده متخلف ومغفل وجاهل. وبيتفاجئ. والناس انصح منه بكتير. وهو مش عارف يعمل ايه. كل شوية يرى ايه يعمل له فيلم. والفيلم ده في الاخر ما يحصلش منه حاجة. يعني يقولك انا دول بقى وانتوا معايا وانتوا بقى حبوكوا وبتاعه. بس لو طلع. لو زهاتون يطلع دين اموكم. فيزههوه. فطلع دين اموكم. ايه باي. وفي الاخر زههوه راح خلوهم تسابه. ما عندوش ملكة التعلم ابدا. نفس الاخرانة تاني. فيعمل ايه. قال يبعد كتاب. يبعد مش انبياء. طب الانبياء يقولون الناس يا ويزعلهم منكم. بتقولوله يقول لكم الصم. فيروح ما طلع دين ابوهم. فيروح راجع. اه. يرجعوا له طب خلاص معلاش يقولهم طب ماشي. بعد شوية يروحوا بزهيين. يروح ما طلع دين ابوهم تاني. نفس الفيلم نبدل بقى بالمنظر ده. قرون. اه. لحد ما قرر في الاخر ندخل بقى لخلفة لابلة رقم واحد. اي. قرر في الاخر قال لك ايه بص قعد مع نفسه كده وعمل نفسه استجابر. اي. قال له بص انا الناس دي غلطت فيها وانا دلوقتي لازم اموتهم. فانا اعمل ايه? اسمحهم كما ينفعش لانهم غلطوا فيها. اعمل ايه? انا انزل اموت. عشان اسمحني. ايه ده? ملاقية كده. فانا هعمل ايه? انا هنزل اموتني. عشان انا اسمحني. واردع الناس دي بقى عندي. انت عميت? اه انا عميت. عارب انت اللي انت عميت اه انا عميت. اه. هي دي خطيته. ان هو هنزل انتحر. ايه. طب انت هتموت بجد? لأ وفي الان تموت. انا هموت كده وكده تلات يام وقوم تاني. ام. انت كده موت? لأ. طب اما ايه? لأ ما اموت? انت عميت? اه انا عميت. عارب انت افضل بقى. اه. فنفضل بقى في القصة بنت اللاحبة دي. وبيجي بقى ايه? يلغي شوية حاجات من قبل كده. يضيف شوية حاجات تاني. اي فيلم اي خط يعني. طب الناس بقى التزمت وبقت كويسة وبتاعه وكله تمام? لا. نكتشف برضو ان الناس بتطلع دي امه ومين بقى الكسبان في الفيلم ده كله? الشطان. فنتعلم ايه? ان الشطان ننصح من ربنا بكتير. فاللي بدور له على الاله يعبد الشطان. اه. لعن ننصح. لحد بقى بعدها خمسونية سنة كده الفيلم ده بقى فضل شغال. اه. بتلعلينا بقى واحد كده مرة واحدة كده. كان ايه? كان نايم. عارف عم عبد البواب لما يروح يتفرج على فيلم في السيمة. اه. وهو نايم نتصح في نص الفيلم. فعجبته القصة. يعني جزء من القصة عجبه. فقال لك انا معاكم. انت معانا يا ام ربنا هديك. انت معانا من اين? قال لك مش انتوا مؤمنين بموسى? اه. انا قريبكو. انا قريبكو. مش انتوا عارفين اسماعيل اه. مانا قريب انا ابن اسماعيل. طب يب انا مش قريبنا لكم انا معاكم. عافية. يا تفاولي معاكم يا اما فصالكو كورة. عارفينكو. هو بيعرف يلعب ولا الارض بتاعته ولا الكرة بتاعته بس انا هيلعب معاك يا اما هباوز لكم الكرة وهباوز لكم اللعبة واتروتكم الارض دي طب ايه ارضك اصلا لا? طب الكرة بتاعتك لا بس انا قاعد معاكم. هو انا فيها اللي خفية. انا نبي. ليه كده? طب الامار ايه? مش ربي بنا بعتلكم الانبياء قبل كده? اه. طب يباني نبي. احنا. طب الانبياء دول عملوا معجزات. ما ربنا لو كان عايز يعمل معجزات. كان عمل لكم معجزات بس انتم جالكم معجزات قبل كده وانتم مصدقتوش. فهو كرر ما يبعتش. طب احنا نصدق منين ان انت نبي? وشانا اقول خلق? عادي مين ده? والعشر دول. بس كده هو ده انت متصدقنيش? مش مصدقني ان انا نبي? ده ربنا ده هيطلع دين ابوكم. طب عارف الناس وسط البال ده راح دي? طب خلاص طلع دين ابونا. اه. الناس اللي علينا السابقة كسفة. لا بس عايز دلوقتي. احنا. 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 الكرآن ده تتعلم منه حاجة مهمة جدا بصراحة يعني. ام. اسوأ ممكن تشوفه في حياتك. يعني لو انت عايز تعمل. كاريف عارف زمان كان فيه جايزة اسوأ فيلم. ام. الكرآن ده اسوأ سيناريو. اسوأ اسوأ عملية ناقل. اه. بس اسوأ تقليد حصل في الدنيا. هو ده. لو انت عايز تاخد الجايزة دي هو ده قرآن. وبعدين تقولها وانت وصك من نفسك. عارف اين ده اللي. ده يعني ايه اللي. انا اه هو اصلا كل الكلام بلاجرزم اصلا. اوه اجاب منه. كل شبان موسى مش عارفه راح فين وموسى. انت مرة كنت عامل حلقة وعدت تجيب موسى من اول والاخر. موسى. موسى. موسى من اول قصة موسى من اول والاخر. لو خدت كل الاماكن اللي تذكر فيها موسى. برضو ما تجيبش القصة. اتعرف تعملها. اتعرفش تعملها فين. لانه مش قصة كاملة اصلا. بس بعد ما عمل كل البلاجرزم ده. وبين جدا ان هو بلاجرزم. وبلاجرزم سيء. ومعلومات كتير غلط. وحاجات هو مش عارفين ايه لها حتى. يعني سمعها غلط. او اختلط عليه مثلا قصة مع قصة تانية. ما عابلو ديلو. يعني الناس جايين يسأل. المفروض يعني طبعا كل الكلام ده انا اعتقد ان فارس بروسل ما ايه داشت ساوى همية تماما يعني. انا هكاد تقسم بنسبة تسعة وتسعين وتسعمية تسعين من الف ان الدجادع ده مش كانش موجود اصلا. بس اعمل افرد نوعا كان موجود. القصة ايه ناس جايين بيسألوه. مش عارف على شوية حاجات. الاجابات ايه حضرتك? ان نتعلم من رب. عايزين نتعلم بقى من ربنا? فيه مسلا تسعيل سائلها زي ايه مسلا? ما هي الروح? علمني يا رب ما هي الروح? مش الروح دي سر الحياة والحاجات الجامدة ايه دي. علمنا يا ربي ما هي الروح? ايوة? اخل الروح من امر ربي. وما اوتيته من العلم الا القليلة. قالو? فاحنا تعلمنا ايه? ان الروح ان هو مش عارف اه معنى الروح وان احنا منعرفش معنى الروح. دي معلومة. هو بس يعرفها. طب ما احنا منسألك. مش احنا منسألك. اه. طيب. الروح من امره. طب احنا تعلمت حاجة مهمة هو ان 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 انت مش عارف. ان انت متعرفش. لا. صراحة انا كنتش عارف ان انا معرفش. لا انت متعرفش. ان كنتش عارف ان انت متعرفش او قديني بعرفك ان ان انت متعرفش. طب. وان انا عارف ان انت متعرفش. وكل الناس عارف ان انا معرفش. وكل الناس عارف ان ان انت متعرفش المفروض اه. طيب. قولنا بقى الاجابة. لا ده انا بس هذه الإجابة الإجابة أن أنا معرفش يعلمكم الله أن أنتم ما تعرفوش وأنه أعرف يسألونك عن ذي القرنين كل سأشعر عليكم منه ذكر أي كلام ورحل من الشارق والغرب إنما كان لها في الأرض وقتينها من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامل ما نعرفش الشمس لقها تغرب في عين من ماء يغلي وطين طبعا يطلع عدنان إبراهيم بيقولك لأ ده هو واجدها يعني هو شافها بس هي أصلا مش كده أي كلام هو كله أي كلام هو كله أي كلام فتية الناس يهود هيسألك على فتية أنا فتية طالب عليهم هم مسكين هو عادي يسأل في الناس رحوا قالوله مش عارف فتية ورحوا كهف طبعا اليهود ما يعرفوش فتية أفسوس لأيه لأنه هم يهود وفتية أفسوس دول كانوا مسيحيين هو دخل عليه حاجة من التراس المسيحي بدل حاجة من التراس اليهودي ليه لأنه يسميه حضراتك سفي ناس يجي يقول لك إيه طب يعني فارس روساني ما إيه ده هو كان أسسا ما بيعافش يقره ويكتب لو أنت زي ما بتقول كده هل كان عنده مكتبة فيها كل القصص دي لا ما كانش عنده مكتبة كان سميح جدي وجدك وجد جدي وجد جد جدك كانوا قاعدين في الحارة ولا قاعدين على التراع بيحكوا لبعض الكصص ومعافش يقره ويكتب العرب كلهم كده سميع الناس كلها في الأرياف وفي الأماكن دي سميع والناس روعات الغنم إيه اللي هيعملوه طول النهاء يعني هيعكوا كصص ساحية بس عصر يناس كان بيروح الشام وكان بيشوف هو أصلا ما كانش موجود بس يعني لو هنفترض أن هو كان موجود ما الناس عادين مع بعض بيرعوا غنم وهو يعني كان معزول طول حياته مش قاعد وسط ناس هو بيعافش يقره ويكتب ما بيعافش يسمع كان أطرش بس والدليل أنه هو سمع حاجة فخلط على حاجة ثانية هو سمع كلمة فتية فافتكر فتية إنما طبعا الناس اليهود ما بيسألوش على فتية أفسوس أفسوس بيسألوا على الفتية اللي عندهم في الكتاب بتاعهم وشتان ما بين القصتين مع واحد يهودي عنده القصة دي كبيرة جدا عندهم يعني دانيال ده نبي مخصص يعني نبي عظيم جدا عند اليهود فلما بيسألوك على فتية هم بيسألوا على الثلاث فتية اللي مكتوب عنهم في سفر دنيا اللي هم سمعهم الملك شادرخ وميشيخ وعبد نغل حنانيا ومشايل وعزاريا دول قصة معروفة جدا ويعني كل الياهود يعرفوها وبيحبوها لأنها بتعزيهم لأنهم أيام ما يقولوش لكم الكهف هم كانوا المسبيين المفروض والملك كان عايز يكبرهم أن هم يسجدوا لحد تاني غير يهو فهم قررون هم ما يسجدوش فراح حطوهم فعتون النار محمد سبعة أضعاف فليقيوا أن هم ما تحرقوش والملك كان بيتمشي على السطح فوق بيتفرج عليهم لقي معهم رابع شبيه بابن الأليهة فالقصة دي في الآخر بتعمل ايه هم دايما كانوا بتحصل لهم مصايب كتير كل شوية الناس ييجوا عليهم لسبب ما ويحاولوا يسرقوهم فبيعزوا بعض دي قصة معزية جدا هتلاقي الجماعة النهاردة برضو الجماعة المسحيين مثلا يقعدوا يحكوا قصص الشهداء ليه؟ لأن هم دايما في دي فعايزينك تصبر فبيقول لك قصص من قبل كده كان برضو الناس اللي قابلينا كانوا عندهم دي وربنا صبرهم أو ربنا سعيدهم كان تصبر لحد ما ربنا ساعد فهادي بالنسبة لهم قصة مهمة جدا تروح انت تحكي لهم قصة في كهف وكلب ومش حارف وبعدين انت برضو مش حارف القصة فحمال تضرب أخماس في أزداء يقولك سيقولون سلاسة وربعهم كلبهم وسيقولون بشعفية رقما بالغير أيوة طب أعدادهم كام كلها يعلم عددهم الله الله طبعنا ما احنا بنسألك هو أصلا راح بقصة تانية ومحافظهاش كويس كمان ما سمعهاش كويس فقعد يقول كلام في الهواء القصة برضو مش بيحكي قصة في الحقيقة هو بيحكي تراتيش كلامي اللي سمعوا اللي يقدر يحكيه اللي استوعبه أو اللي افتكره لأن برضو المفروض ان هو قاعد غاب عليهم اربعين يوم تقريبا أو حاجة تقريبا بيحاول بقى ان ندفش القصة من هي حتى يسأل الأسئلة دي برر بقى قال لهم ولا تقول لنا لشيء اني فعلوا ذلك غدا إلا إن شاء الله عشان هو قال لهم بكرة حاجب لكم من بتاعهم ما جابش بكرة فقال بقى ايه نزل له آية عتاب بقى ربنا بقى بيقول له ما تقولش أنا حافظك هنا إني فعلوا ذلك غدا إلا إن شاء الله عشان خاطر ما تبقى بلاش إحراج يعني ما تقريفنيش بقى بعد كده ما تجيش تقول لي عايز الجابة دلوقتي تفرض أنا مش جاهز بقى تكتشف في الآخر هي عملية نصب أكبر عملية نصب التاريخ إن هو جايب في الخلور بتاع الناس وعايز ومش عارف ينقله وبينقله غلط وبينقل فيه على قد ما فهم المسكين أو على قد ما سموح وبعد كده بيقول لك أنا بقى نبي معاك وبتاع وفيه أديلة على النبوه إيه الأديلة على النبوه عندي أنا فاكر مناظرة بتاعك من الواد اللي اسمه هايزم طالعة إيه الأديلة اللي هو قال لك بكل طول أنا حتى أسمع المناظرة إيه الأديلة اللي أقدم إن هو مش عارف فيه ميا نزلت من بين صابعه ومش عارف فيه حصله إيه وفيه شجرة جد شخ وراها هي دي الأديلة على النبوه وبكل الأديلة إيه اللي في القرآن تهديد وتهديد عبسي اللي هو أصلا ما ينفعش حتى التأكد منه التهديد ده يحصل عندك ربنا هيبقى يعزبه طب عزبهم لا مش دلوقتي وما كان الله هو معزبهم وأنت فيه ليه هالربنا ما عندهوش ما يعرفش مثلا إن يعزب الناس دول من غير مواية إيزي لا ما بيعرفش وما كان الله يعزبهم وهم يستغفرون يعني هم حلوين بيستغفروا طب أنت هتعزبهم ليه لما هو حلوين ولا هم وحشين هو نفسه مش عارف هو عايز إيه بعد كده بقى شوية الحاجات دي كده كالقصص الأساسية إيه بقى طبعا آيات السجع والحاجات اللي عارفين اللي هي الطابلة شعب بقى كلبان فبقى يا ربك ما تكذبه أي كلام يعني أهو بقى شوية سوية الحاجة اللي بس نتبقى تعدى بإيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إنت تتعلم إيه من الكلام ده كله شو عارف لما تقرأ الآية العظيمة الصورة العظيمة بتاعت مثلا أرأيت الذين يكذبوا بالدين ذلك الذين يدونوا على الهاتين ولا يحضوا على التعاون المسكين أيوة مالو فوال المصليين اه ايه دا حبلتك اه اه انا مش عارف ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لا أنا مرأيتش اه طب خلاص المفروض الحوار خلص صح اه انا لما أقول لك أنا بضرب لك مثلا بحاجة فالمفروض أن أنت عارفها عشان أكمل الموضوع يعني هادة راجعة بأقول لك مثلا آآ تعرف يا احمد مثلا ولاية وسكنسن فأنت أنا معرفهاش خلاص الموضوع خلص ما ينفعش نكمل الحوار لا هاولك بقى ولاية وسكنسن بقى مش احنا كنا هناك ولعبنا كورة يا عم لا ما أنا معرفش ألم ترى كيف فعل ربك لا أنا مرأيتش طب المفروض الكلام خلص ألم يرجع الجاهدون فتأل لا ما أنا معرفش ما أنا مرأيتش لا هو كامل حيات طب احنا استفدنا ايه بلك جعله قايدون في تنديل طبعنا بشوية أبابيل وسجيل وتضليل وحاجات فيها لا يا سلام حتى هم مختلفين على معانيه لحد النهاردة يعني حادش عارف ما حادش عارف ما هو قالي الكلام ده كله عشانا قافية سجيل وأباليل وأبابيل وبقاليل والحاجات دي كلها اه ايه ايه أنا بقى تعلمتي ايه كإنسان بالوقت يعني أنا تعلمتي ايه ولا ايه حاجة انا شايف انها مستفدش ايه حاجة كانت تبقى تدقى بالان واتبقى معنا عنه لو ما كسبوا امراته وحملت حاطفية نسل قادي فيه اعجاز علمي من ربنا بنبهنا ان احنا لو ما هتمناش بالافيال هتنقرض بسبب الاحتباس الحراري فيه ايه يا عجاز اه وإيه كلم دا دا بقى تركن كل القصص دي القصارة القصارة الصور دي كلها ممكن تاخدها ترمية في الزبالة وانت مرتاح لان لو لو فتحت المصحب بكرة مثلا لو ما ليتهاش مش هتفرق معك في حاجة بقيت الحاجات بقى التانية في جزء كده في القرآن دا خاص بالبولبو المحمد وكان فيه صورة تانية معلش هجير اسمها صورة المموث بس اكلتها الداجل دي برضو كان لها علاقة بالطائر الأبابي انا مش عاد كان لها علاقة بانواع عديمة منقردة من الدينصورات الطائرة ايه كلام فيه جزء خاص كده مجموعة من الصور كده دي اسمها صور بولبو المحمد اه اللي هو بقى مثلا امرأة مؤمنة مثلا وهابت نفسنا او زيدو انقضها منها وقرا زوجنا كا وممكن تشير زوج وبعيب نكاة 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 اه ايه بقى ده كلام ده احنا نستفيد منه ايه ده كلام كله عن واحد عاش من الف وربعونية سنة بتاعه وقف بس صور مباينة صور مباينة السورة والرفة لشخص واحد حتى مش لنا كلنا اه احنا مستفيد لاش حاج هو واحد عايز يجوزه اي وحدة في الدنيا ومحدش تشاركه فيها خالصة لك من دون المؤمنين ومش عالك مين وانت بقى زوجنا مش عالك زيدو زي لمنها وطرا فزوجنا كا وتعالى مش عالك بعدين فيه خناقة في البيت مثلا النسوان بتوقف بتخانقوا مع بعض ففيه آية آيات كتير نازلة بعلها ايه يا نبي لما تحلم حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك تحتمش وراء مرضاتك وعسى الله انطلقكنا ده انا جوز ازواج خير من كنا مسلمات مؤمنات خندات تائبات عبيدات سائحات تائبات احنا وصلنا ايه يعني ده واحد عنده خناقة في البيت اه مع النسوان احنا نام ايه يلقى عليهم سبحانه لا والتحديدية ده اللي واحد عسى الله وانطلقكنا ام انا جوز ست ستك ست ست انت جوز ست ستها ولا ست ست احنا نعمل ايه احنا استفادنا ايه من الايات ده طبعا برضو مجموعة كده من الايات والصور على بعض كده تبقى جزء تاني بتاع التشريعات تقدر نفسنا تقول ايه اخيرا اخيرا انا لايه حاجة ممكن نتفاهم فيها يعني كل بقى الصور قصر الصور وابو لهب والفيل والحاجات كل الحاجات دي ممكن تركنا على جنب لانا ملاقش ايه علاقة بحياتنا ولا ايه فايدة ايه حاجة والحاجات بقى لقى بتاعت البولبل بتاع حضرته والحمامة بتاعت حضرته برضو متخصناش في حاجة التشريعات بقى الحاجات بتاع التشريع تشريعات بنت واسخة برضو بلاشرزم اليهودية لو ما فيش حاجة جديد برضو مش عاب قتل الزاني ورجم الزاني ومش عاب المحصن واللي مش محصن كل الكلام ده هتلاقي بالتفصيل في الخمس اصفار الاولانين بتوع العهد الأدين ازيدو كان الشعر بايتا مفصلة تفصيل اكتر بكتير جدا من العبط اللي هو ايه هو كلها شريع بربرية بس يعني عايز تجيب شريع بربرية تبقى كاملة حتى فتلاقي كل الهبل اللي هو قاله ده موجود بالتفصيل في الاصفار بتاعت اصفار موسى هي أردأ سرقة أدبية لأسوأ نص أدبية أسوأ نص أدبية أساسا يعني هادسك مزفك كده في شوية حاجات بقى ممكن تقول ان هي وصائعة مثلا حالوة لو مثلا ايه يعني مش عارف الولدين بقى برن بولديك مش عارف صلة الرحب معارف انت الحاجات اللي هي دي تقدر تقول نصلا دي نصائح كويس طب هل يعني البشرية كانت لحد دلوقت ده ما تعرفش مثلا ان انت المفروض تبقى بر بولديك لا انت ممكن على فكرة تفتح العهد القديم انا مش هقولك بقى ترجع للثقافات اللي لسان العهد القديم سرق منها لا افتح العهد القديم هتلاقي كل الوصائي دي موجودة اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب وإلهك فتكتشف انهم ما قدمش اي حاجة خالص انا على فكرة من اول ما طلعنا مع بعض من زمان اثناشر سنة حد من النهار وانا اطلقت تحدي مفيش واحد جاره ان هو يرد علي فيه بحرف قلي قيمة اخلاقية واحدة اضافها فارس فورساني المعيز الاول قلت ايه مش موجودة قابله خالص يعني لو رحنا بقى الهندوسية ولا البيزوية ولا ما نلاقيهاش لا قلت سهل عليهم انت حاج ما نلاقيهاش في الكتاب ده والكتاب ده الكتاب ده على فكرة مش كله هو الفلكلوري المسيح اليهودي فيه كتب كتير جدا مش موجودة في الكتاب ده اسمها الاباقرفة انا مش هلزمك حتى بالاباقرفة بالكتاب ده بس النص اللي نلاقيه قول لي كيمة اخلاقية واحدة هو اضافها ما لاقيهاش هنا طبعا ما تقوليش تحريم التبني اللي اندي مش كيمة اخلاقية ده كمة بنت متناقة طبعا لا طبعا اه طبعا يعني دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن هقول لتحريم التبني دي مش كيمة اخلاقية ده كيمة منحطة بسرعة صحيح انما الكيمة الاخلاقية بقى اللي مثلا ايه اتعام الجارة كويس التبوسة بوك من بوك والحاجات دي ما كلها موجودة هنا حتى التشريعات الوسخة موجودة هنا برضو لو بقى بالقتل الزاني ومش عايفه رجم مين وعط عيد مين وكل ده موجود هنا فا ايه هو هو كان لازمته ايه يعني هو اضاف ايه بالزبط بعد كل السرقة الادبية السيئة لأسوأ نص ادبي اصلا ايه الاضافة اللي احنا تعلمناها النهاردة اللي ما كانش اللي هو لو هو ما جاش كون البشرية كتطبيع من غيرها عايزين القيمة اخلاقية واحدة وعلى فكرة لو جيبت قيمة اخلاقية واحدة ده مصيبة مصيبة لان يعني واحد جي من الف ورو بعمائة سنة وعمل كل الافلام اللي عملها دي وقعدينيك في النسوان دي كلها ويعمل كل الخارة ده والغزوات والفتوحات ويجي بعده شوائط الجربياء اللي كانوا تحتين يعملوا اغارات على الامم ويعملوا كل البلاوة اللي حصلت في العالم دي كلها على مدار الف ورو بعمائة سنة عشفلاخر كيما أخلقها واحدة يبقى عيد مشكلة إن هو كان بينكح ليلة نهار من ساعة طبعا من أكرمه بنعمة الواحي والإسلام وكده قبل كده ما كانش يلاقي كلبة ينكحها يعني آآ وكانش يجب له واحدة متجوزها هي اللي بتصرف عليه وكان ممكن تدرهه مشكلة ما كانش يقدر ينطع أساسا آآ بالزبط متجوز كبير كمان يعني آآ بالنسبة في سن في الزمن بتاعه يعني طب هو إيش معنى أمته أكتر أمه مكبوتة جنسيا يعني هو كان طليق وحر ليه اللي أم بتاعته أكتر بتعاني من الكابتل الجنسي ليه معضلة بتاعتهم من الكابتل الجنسي شباب بتلاقيه مكبوت يعني إحنا هنفترض إنه هو موجود وهنفترض إنه هو مش موجود يعني على افترض إنه مجادة عدنش موجود أصلا دي ثقافة يعني الثقافة دي آآ زي السوسة عشي شعب ما بيقول دي ثقافة قبيلة قريش آآ بقى ثقافة ثقافة جلفاء صحراوية جافة هو ده اللي تم يعني تم نقلها في الدين ده وتم ناشترا بقى عشان كده الناس اللي فيها ناس يعني الأفكار اللي فيها أفكار متخلفة كلها عشان كده ناس مكبوتين وثقافة منحطة تماما وما كانتش مقبولة حتى في عصرها أنا أفترض أن هو كان موجود هو إبدا لنفس حقوق ما تدهش لأي حد تبقى يعني هو قال لهم إيه أحل لكم مسنى وسلاس ورباع صح؟ أهو كم واحدة بحسب التاريخ بتاعهم هو نفسه ملتزمش بالقاعدة اللي هو قالها هو قال لهم أرباح أو ما ملكت عيمانو ولا ما ملكت عيمانو هو كمان لما قل له أزواجك التي أتيت أجورهن أنت دافع فيهم فمش كل الناس تقدر تدفع اللي هو دافع بصراحة وهو أدى نفسه تصريح أنه يجاوز واحدة من غير مهر ومن غير أي حاجة خالص عشان هي هو وهبت لها نفسه مش جواز حتى ما فيش أي أركان من أركان الجواز هي مسألة نيك يعني وامرأة مؤمنا وهبت نفسها للنبي هبة يعني وهبت نفسي ليك يا رسول الله ليه أميته وأكتر أمه موجودة جنسيا لأن دي ثقافة جلفوية صحراوية متخلفة سواء أنت صدقت أن الجدعة دا كان موجود أو مش موجود لأن حتى لو كان موجود هو ما عمل لهمش أمه أي حاجة هو عمل لنفسه هو ودى لنفسه كل الحقوق ودى لنفسه كل المميزات ودى لنفسه حاجات فوق فوقهم همه بكتير واستمتع هو بحياته وأقول لك على أكبر دليل أن الراجل دا فعلا ما كانش مهتم لا بالناس دي ولا مش عارف بالخارة بتاعهم ولا هيعملوا إيه بعد كده أنه معين لهمش وكيل قال ما هو يموت قصة إن في ناس يقول لك ده أسس دولة فاكر أنت الحوارات دي يقول لك إزاي هو مش عارف جربوه أسس دولة إزاي أسس دولة الدولة من أول حاجة في شروط الدولة إن الدولة دي بقالها دستور ومن أول حاجة في شروط في هذا الدستور أول أوائل الحاجات بتبقى إيه كيف يتم تدول السلطة صحيح كيف يتم تدول السلطة بين تأسيسها وأسيسها ما قالش هو أعمال يقول لك I wasted my time وحوار هابط طب أنت ما تعرف ماش بقى راح شوف لك حوار مش هابط Why do you want to waste your time here يعني الصداخي بقى له Sorry I wasted my time To hear this bullshit طب don't waste your time يعني Go use your time Usefully أنت اللي معاعدة كين أساس وقعد ليه تسمح حوار هابط ما تروح تسمح حوار مش هابط روح اسمع مثلا أقول لك تسمح مين اسمع مثلا الشيخ أبو صحاق الحويني بيشعرونك الساي تحسنوا على وضعكم الاقتصادي ممكن تسمع أبو صحاق الحويني وبسرح لكم هذا الموضوع يروح الشيخ محمد صحاق الحويني عقوب يديد دروس في نكاح النمل المشرك لا أبو صحاق الحويني عنده نظرية اقتصادية عظيمة ايه أنا يسمع أن هم يروحوا يغيروا على أوروبا ويغنموا في أوروبا الأصفر ويرجعوا بعد كده ممكن مثلا واحد يقول لك واحد عنده تلات أربع عروس وأنا معزول في إرشين دلوقتي أروح أبيع راسه وأعمل إرشين نظرية اقتصادية ايه احنا في جماعة نحاق العالم لأن ده أبو صحاق الحويني جايب الكلام ده برضو فأنت ممكن تشوف حضرتك برضو محاضرات عظيمة زي كده تستفيد منها أو اقرى القرآن واستفيد منه يعني بقيت على شخها على أبري لو استفدت حاجة بحياتك ايه اللي انت ممكن تستفيده أساسا اللي احنا قلنا ده كله الكصة البلهاء اللي احنا عرضناها دي أنا أسف أن أنا مطول عليك يعني لا بالعكس لا بالعكس نعم نورنا ناس مبسوطة جدا احنا تعلمنا ايه لحد دلوقتي ايه المفيد لحياتنا لحد دلوقتي اللي احنا تعلمنا من كل الخاردة او احنا استفدنا ايه او ايه الحاجة اللي كانت موجودة اللي مثلا لو ما تقلتش وان احنا هنضيع كبشر يعني البشرية هنضيع ايه يا ولا اي حاجة ولا اي حاجة حرفية ده بالعكس بقى احنا اضررنا كتير جدا احنا مستفدناش خالص احنا اضررنا كتير وتأخرنا كتير واقعدنا يعني كشعوب هذه المنطقة بنت الأحبة دي قعدوا يحربوا ببعضهم قرون ويقتلوا في بعض ويعملوا مجازر ومدابح عشان تفهات عندك مثلا حاجة زي ما احنا اتخلق القرآن راح فيها كام واحد عشان ايه بقى في الاخر يعني ايه الاختلاف هل احنا مثلا كنا مختلفين على نظرية فيزيائية هتخلينا نطلع الكواكب اللي حوالينا مختلفين على كلام الله هل هو منزل ولا مخلوق انت ولو خدت كلام الله ده كله وحطيته فيزر احمد بن حنبل مسلا اللي هو كان عامل هيحصل ايه مش عال طلع مخلوق انت عملت يعني انت النهاردة مسلا هو يعني ايه كلام الله مخلوق اصلا يعني ايه منزل يعني ايه مخلوق ومش منزل هو يعني يلا هو اصلا مش فاة لا مش فاة ابو الزبط ما تفهمش اه 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 صح صح يعني مشكلة اصلا متفرحة من المشكلة اكبر هو ايه كلام الله ده هو ايه الله ده اصلا عشان يبقى ليه كلام بالزبط يعني نبنين الفيلم كله يعني كان يحاكي له قصة كبيرة جدا مبنية على الحنكلولو ان انا مربية عندي في الملكون ايه ايه وانيه ممكن نتخنق مع بعض بقى الحنكلولو قال كده والصبح هو ايه الحنكلولو ده اصلا هو يالله ده انت شفته فين بتتعرفه من ايه ما تعرفوش ولا عمرك شفته يعني ناعدين نتكلم في عبط واعتى الحوارات اللي طار فيها رعاب وضع فيها ناس وحصل فيها انقلابات وحصل فيها وجي حاكم ومشي حاكم وعاصل مصايب وغزوات وكل الخارة ده على قضايا ما تهمش اي حد في اي حاجة خالص ايه الجرباء اللي اقولك مش عارف الخمس مش عارف الحاجات اللي بتوع الفطرة نت في القبط وحلق الشارب ايه نت في القبط ايه ابني العحمة ايه هو ده يعني الناس يعني لو الناس ما نتفتش قبطها ممكن تكون قامت حروب على فكرة على موضوع النطس في القبط ده ده فيه ناس دخلوا النار عشان خاطر بعد ما ترتر ما جابش طوبة يمسح بها البولبول سموة اللي منات في القبط ده انت عارف الاحسن تعمل تحلق الماكل نطيف جدا انا لما كنت زالفة كنت بنت في القبط لما ربنا هداني لحظت ان فيه فرق يعني القلم ده كله ما كانت ضروري خلص والله الموضوع بسيط وزهلي جدا ايزي جدا يعني اه يعني موز بربع جنيه بالمكانة اللي هي اه بالذات اه اه والله الموضوع بياخد اقل من دقيقة بالمكانة اه والله يا ايام الله لا يعودها اه هو احنا اقعد بقى انت ايه تقرى الصيرة النبوية عشان تتعلم طبعا من الجناب النبوي تتعلم بقى السلوكيات في الحقيقة ايه السلوكيات ان انت واخد تمشعات ثلاث حجرات راح تمسح بهم طيزك طب لو عندك اسهال تعمل ايه ثلاث حجرات مش يكافه هتعمل ايه ساعتها يعني لو عندك اسهال ويعني ايه اصلا جاب حجرة من الارض بتحطها في طيزك ايه الكلام ده يعني هو ده اللي احنا هنتعلمه منه هنتعلم منه ايه ان هو كان بيعمل ايه ان هو كانت ضحوك القرقال احنا استفادنا ايه كبشرية احنا استفادنا ايه من القارة ده كله القرآن ده كله دي اجارعان طلعنا ايات منه ومسلا نستفيد منها حاجة لحياتنا يقولك الإعجاز العلمي والإعجاز المشعلم ما هو لو كان فيه أعجاز عن اتباع القرآن في الدولة الاموية مثلا دي اول دولة بعد دولة الرسول في دولة الصحابة فيه كم مخترع وكام عالم طلع. ايه الاعجاز اصلا في ان انت تقول لي كلام مو بهم. وبعد انت ترجع تقول لي اه تعس انت عارف بقى ان المعصرات دي مش معناها مش عارف ايه المعصرات دي معناها النجم اللي مش عاد بيبعبس النجم التاني. انت عارفت منين? لأ ما هي معناها كده في القموس في المعجم. حطه في طيزك. المعجم ده ممكن تحطه في طيزك. لعني ممكن لو حطيته في طيزك ينور في مخك مثلا تكتشف حاجة. لكن طول ما انت عاد تقرأ الكلام ده مش هتكتشف منه اي حاجة لانه كلام دافع. كلام اهبل. كلام ناس جهلة. ده اللي احنا ابتولينا بيه بقى مش لاستفادنا. احنا ابتولينا بالخارة ده. ابتولينا بيه في حياتنا. فبقينا مش عارفين نعيش زي الناس التانية معايشة ليه? لان احنا مبتلئين بالخارة ده. مبتلئين بالثقافة المنحطة دي. وشوية الكلام بتاع الناس الجهلة رعاة الغنم اللي عايشه من الف وربعمائة سنة. بس. وبص على التاريخ كله بتاع هذه الامة اخر اخرجت للناس. شوف كل اختلافاتهم لحد من النهاردة. ده النهاردة لسه من اسبوعين عبدالله رشدي عامل خناقة مع مش عارت مين السلافية وهو بقى اشعاري. وفيه خناقة كبيرة جدا على حاجة بنتي متكتفة جدا. اللي هو على الله له يد ولا ملوش. طب لو دي ايده دي موجودة هتحطها في طيزك مثلا موجودة له يد. نعمل ايه? يعني هنستفيد ايه دلوقتي بس. كان عامل خلال مع الاشعرى نفسهم اللي هو على نفس المذهب بتاعه كمان من فترة برضو. على حاجة برضو. على حاجة زي كده برضو. اه. على على هل يجوز السؤال اين الله ولا ما يجوز? هل يجوز عن السؤال عن الله? باين ولا ما يجوز? اه. اه. مش حال. انه احنا خلاص يجوز هو في الفيديو وانك اه يجوز. لان الرسول مش عارف تيه حديث جات له جارية. اه. اه. اينا الله في السماء اللي اعتقى فانها مؤمنة. اه. يعني لازم نعتقى ان انت مؤمنة عشان الناس اللي بتتكلم عن الرق. اه. ده قفوله. ربنا خلاص ينفع نسأل اين الله? طيب نعمل هي بقى احنا في المصايب السودة اللي احنا فيها دلوقتي. هنعمل هي في قضية الاحتباس الحراري مسلا. هنعمل هي فيها. ممكن تطلعونا من القرآن كده حاجة للاحتباس الحراري. اه عندي انا. عندي. اه ايه? اختربت الساعة وانشق القمر. يبقى كده الاحتباس الحراري صح. اه. لأ يبقى انا اسلامة كده خلاص. اه لما لان الساعة اختربت. فالاحتباس الحراري هيفضل اه حراري. وانشق القمر. سيخن. سيخن. معروش. سيخن وانشقن يعني. اه. الحل في الاحتباس الحراري ان هو يزيد اكتر عشان تقوم الساعة ونخلص. اه. على البشر ان هما يكتهدوا في ان هما يعملوا يلوسوا البيئة. وانت بتقول الكلام ده بتعريك بس فيه قطاع كبير جدا من المؤمنين. يا طوق. ان الارض تتضمر. اه. نفسه ان الارض تتضمر. لان هو مدخل ايه? ما حسب النصوص الوسخة اللي عنده بتقول له ان الارض دي لما تتضمر المسيح هيرجع. صح. او الساعة هتقوم. ونخلص من القرف اللي احنا فيه ده وانا احنا نعيش في اليوتيوب يا بقى الجميلة اللي هناك. فنفسه ان الارض تتضمر. فيه مجموعة من المؤمنين كده اللي هو كل ما يلاقي. كتير كتير هتحقق النبوات عشان تتحقق النبوات. اهو. كل ما يلاقي حرب. وتهديدات نواية. بس. كلام اهو. كلام اللي موجود في سفر. اه. خلق. بس. يبقى كده. يبقى احنا مبسوطين ان الارض بتتضمر. احنا مبسوطين ان الحياة تنتهي. ليه? عشان نروح نعيش في الخارة اللي هناك. اللي لحد النهاردة محدش جاب لنا تفتوفة. يثبت لنا ان الكلام ده حقيق. ايه? انت عارفت انين ان ان انت هتروح تروح الجنة فعلا. طب مش يمكن لما تروح اتجنة. والحور العين دول بقى اللي هما مستنينك. اللي هما عربا اطرابا دول. يطلعوا رجالة. هيبقى موضوع. يا وقع سودة. اه. ودخل بقى السابعين حرية من اه. اه. وعندوك اه. يجرى المؤمن اه. حاجات ملائيكية بقى. ماشي حاجات بقى. اه. يعني. هيجرى يغطوصه في النهر بتاع اللبن مش هيطلعوا منه. ارحم. اي كلام. اي كلام. وهم مغاركين في هذا الاي كلام. وانا اسف على طالح. بالعكس. شكرا جيرج. شكرا جزيلا. حبيبي. سلام. شكرا اللي.